ما بدأ طفانا وإنجازا وزعزعة للكيان الصهيوني تحول بعد عام دمارا ودما في غزة ولبنان ما بدأ جبهة مساندة لغزة وفلسطين من لبنان تحول جبهة مفتوحة على كل أبواب الإجرام الإسرائيلي بحاجة لكل جبهات العالم لمساندتها وانتشالها من الغرق الكبير سنوات من التهديد بمحو إسرائيل بدقائق والحديث عن 150 ألف صاروخ و100 ألف مقاتل سنوات من القوة والاستقواء في الداخل والخارج وعند الاستحقاق دمرت إسرائيل الضحية الجنوبية في غضون أيام واغتالت القادة الكبار لحزب الله على رأسهم الأمين العام السيد حسن نصر الله من دون رادع فسقطت معها نظريات قوة الردع وتوازن القوة ومحو الكيان الصهيوني إنها حرب الخامنئ مع إسرائيل على أردنا إنها تصفية حسابات إيرانية إسرائيلية بدماء اللبنانيين المخدوعين بالشعارات الواهية والأوهام الساقطة من الطوفان إلى الغرق والذل والتهجير والقتل والدمار لا كرامة في تهجير مليون لبناني من بلداتهم لا كرامة في استجداء المساعدات الإغاثية من دول الخارج لا كرامة في العيش تحت إجرام عدو متعطش للدم لا يعرف الرحمة ارحموا أبنائكم وارحموا لبنان فلا كرامة إلا بالعودة إلى الدولة تحت حماية الجيش اللبناني موسيقى